نعم لكن برأيك ما هي هل انتمت هذه الاتفاقية ما هي المسؤوليات التي ستتحملها الأردن مقابل هذا الاتفاق يعني الحكومة للأسف بهذا الاتفاق ستضع المواطن الأردني وستضع الأردنين تحت رحمة قرارات الحكومة الصهيونية في قطع الياه متى أرادت هناك مسؤولية تتحملها الحكومة أيضا أنها تتيح القرص للعدو الصهيوني لأن يوجد مصادق نظيف للقرصة الكهربائية بعيدة عن مرمى صواريخ المقاومة العدو الصهيوني ليس بحاجة للصحراء الأردنية لإقامة مزارع طاقة شمسية عنده النقب ويستطيع أن يقيم فيها ما يشاء لكنهم يريد منطقة لا تستطيع أن يكون مقاومة أن تقوم بقصفها وأفضل شيء لدى العدو الصهيوني أن تكون هذه القصادة الموجودة في الأردن ونحن نريحهم بيئيا للأسف وأمنيا هناك كثوريات كبرى على الحكومة في أن تراجع هذا الملف وأن تعزز استثمار الأدوات الميطنية والثروات الوطنية وهي ممكنة وكثيرة وكبيرة في الأردن من تستطيع الارتباط العبوي وقبل قطاع المياه بالعدو الصهيوني كما للأسف أرتبط سابقاً قطاع الطاقة عبر اتفاقية استمراد الغاز الفلسطيني المسروك من العدو الصهيوني هناك مسؤولية أخلاقية أيضاً تقول لأن المال الذي أنت تدفعه لهذا العدو يعود على أهلنا في فلسطين رصاصات وقنابل تهدم بيوتهم وتغتال مطاوميهم وأيضاً تعود على الخزينة العسكرية في تسليح يستمرد الدولة الأردنية ذات تسليح يجب أن يلتفتها الجميع الحقيقة في الأردن شكراً للمشاهدة